اشتركوا في القناة اقصد الزراعة الذكية تجمع بين الأساليب الزراعية التقليدية التي نعرفها وكذلك استخدام الابتكارات التكنولوجية كذكاء الاصطناعي وروبوتات الذكية وكذلك أنظمة الريء الذكية والمستشعرات وهذه بمجموعة طبعا ستغير من شكل وطريقة التي نزرع وننتج بها الغذاء طبعا توجد دول رائدة في موضوع الزراعة الذكية وهي بالحقيقة موضوع الزراعة الذكية ليست حكرا على دولة بعينها وهي نتيجة لجهود عالمية تشمل دول متقدمة وكذلك دول نامية على حد سواء مثلا الولايات المتحدة الأمريكية هولندا الصين هذه من بين الدول الرائدة في هذا المجال وتتميز هذه الدول بتبنيها تقنيات متقدمة مثل الروبوتات الزراعية أنظمة الريء الذكي الزراعة الدقيقة بما يعزز طبعا للإنتاجية ويخفض من استهلاك الموارد أما ما هي التقنيات المستخدمة في الزراعة الذكية تشمل الزراعة الذكية تقنيات متعددة تهدف إلى جعل الزراعة أكثر فعالية واستدامة من هذه التقنيات طبعا أنظمة الريء الذكي تستخدم أجهزة استشعار تحديد مستوى رطوبة في التربة بما يسمح طبعا بريء المحاصيل بكفاءة وتقليل استهلاك المياه أيضا روبوتات الزراعية تستخدم للزراعة والريء وكذلك حصاد المحاصيل بما يخفض من الحاجة إلى العمالة اليدوية ويزيد من الإنتاجية أيضا مصطلح هام جدا في هذا المجال وهو الزراعة العمودية والمائية حيث تمكن من زراعة المحاصيل في بيئات مغلقة ومراقبة بما يقلل من استهلاك المياه ويحمي المحاصيل من الآفات دون الحاجة إلى مبيدات حشرية الكل يعرف هذه المبيدات تؤثر على صحة الإنسان لهذا تقليل وتجنب استخدام المبيدات عن طريق الزراعة الذكية يعتبر أمر هام جدا طبعا حركة البحث العلمي العالمي الآن تدعمه بقوة الانتقال نحو الزراعة الذكية حيث أظهرت دراسات حديثة أن تقنيات الزراعة الدقيقة يمكن أن تزيد الانتاجية بنسبة تصل إلى 20% مع تقليل استهلاك الموارد بشكل ملحوظ كذلك إحدى الدراسات في مجلة Nature Sustainability قالت أن استخدام أنظمة الري يمكن أن يخفض استهلاك المياه في الزراعة بنسبة تصل إلى 30% طبعا كما هو الحال في كل تقنية جديدة رغم أن الفوائد واضحة في هذه التقنية ألا أن هناك تحديات تواجه استخدام هذه التقنية وواحدة من تحديات استخدام الزراعة الذكية هي التكلفة العالية التكلفة العالية لإستخدام التقنية كذلك الحاجة إلى عماله تحتاج إلى تدريب متخصص طبعا مع استمرار التطورات التقنية يوما بعد يوم وكذلك زيادة الوعي بالحاجة إلى استدامة الانتاج الزراعي سنرى في المستقبل القريب أن الزراعة الذكية ستصبح أكثر انتشارا واعتمادا من قبل الدول على صعيد المبادرات العربية نجد أنه في مجموعة من المبادرات من ضمنها مثلا مزارع الإمارات العامودية في دبي تعتبر هذه المزارع مثالا على كيفية استخدام مساحات صغيرة لإنتاج كميات كبيرة من الخضروات باستخدام مياه أقل وبدون الحاجة إلى تربة تخيلوا أننا سيمكن أن نزرع بدون تربة وبدون شمس بدون ضوء الشمس وإنما كلها عبارة عن الزراعة المائية لإستخدام الماء بدل التربة وكذلك استخدام الإضاءة الصناعية والزراعة المائية طبعا أيضا باستخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وكذلك تقنيات الذكاء الصناعي لتحسين إدارة الموارد الزراعية كذلك المملكة العربية السعودية تعمل على تطوير الزراعة الدقيقة وكذلك تستخدم الأقمار الصناعية لتعزيز استدامة الزراعة في مناطق الصحراء في المملكة الصحارة بشكل كبير لهذا في مبادرات أطلقت من المملكة العربية السعودية لتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة عن طريق شيء يسمى بالري الذكي وكذلك استخدام أنظمة متقدمة في الري تعتمد على بيانات الطقص كذلك رطوبة التربة لتحديد مقدار وتوقيت الري مما طبعا يقلل من استهلاك المياه ويزيد من الإنتاجية مصر ليست بمعزل عن بقية الدول مصر أيضا تعمل على تطبيق تكنولوجيا الري الذكي واستخدام نظام المعلومات الجغرافية GIS لتحسين إدارة الموارد الزراعية في برنامج اسمه برنامج مصر للزراعة الدقيقة يتم تطبيق فيه تكنولوجيا الزراعة الدقيقة لتحديد الاحتياجات الدقيقة لكل جزء في الحقل يتم الإطلاع ودراسة الحقل كاملا ونرى أنه فيه هذا الجزء من الحقل بحاجة إلى مياه بقدر محدد هذا الجزء بحاجة إلى أسمدة طبعا هذا كله يقلل من الهدر ويزيد من الإنتاجية طبعا نحن نعمل في مشروع أطلقتها منصة أريد اسمه مشروع القرية العلمية وهو مشروع رائد يتيح لعلماء وخبراء منصة أريد إجراء التجارب والأبحاث في القرية وتطبيق بعض الأفكار التي تحقق الزراعة الذكية والمستدامة فبعض التجارب تجرى في القرية الذكية مما سنستفيد منها في البحوث والدراسات وكذلك اختراع بعض المفاهيم الحديثة في هذا المجال مجال الزراعة الذكية طبعا في الختام الزراعة الذكية تمثل مستقبل الإنتاج الغذائي العالمي بفضل التقنيات المبتكرة ونتائج العلمية والبحوث العلمية الدائمة وهذه بجميعها ستوفر الطريق الأمثل والأمل المنشود في تحقيق أمن غذائي مستدام يلبي احتياجات هذا الكوكب مع الحفاظ طبعا على البيئة للأجيال القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة